بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السلام على النبي الكريم السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة مطبخ للي حياوي قبل ما نبدأ نرحب كامل المشتركة للتحقوبين اجدد و نقولوا مرحبا بكم و ان شاء الله سنكونوا في مستوى ثقتكم اولا اليوم كما لكم تشوفوا جبت لكم بريوش بريوش خفيف و بنين بزاف 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 و ان شاء الله يعجبكم بذوق البرتقال و جبت لكم على نوعين واحد بشوكولة و واحد بلا شوكولة ابا نبدأ بسم الله هنا كما راكم تشوفوا ديت لكم معظة الصور و نبدأوا نشوفوا المقادير عندنا كاس تحليب دافي عندنا نص كاس تعمى دافي نص كاس تعجو نص كاس تع برتقال عصير برتقال و نص كاس تع زيت لزوج حبات بير عندي ثل مغاربة تع سكر مغرف كبيرة خمالة عجين و شوية ملح زست تحبه او سكرفج تحبه تشينا و عندنا مئة قرام تاع مارغارين و هنا عندي ثمنمئة قرام تاع فارينا هذ المقادير كاملة هنحطهم لكم و اكتبهم لكم في صندوق الوصف اللي فاتت هالمقادير تقدر تروح لصندوق الوصف عندي في ايناء حطيت كاس تحليب دافي كما راكم تلاحظوا فيه عندي نص كاس تعمى دافي و اضفت عليهم ثلث مغاربة تاع سكر و ندير الخمارة حكذا باش نساعد الخمارة باش تتفاعل قبل ما ندير المكونات الاخرى نعود لكم اضفت كاس تحليب دافي اضفت نص كاس تعمى دافي و اضفت ثلث مغاربة تاع سكر و مغرف كبيرة تاع الخمارة و خلتها ملي حتى تتفاعل باش نبدأ نزيد في المكونات الاخرى نص كاس تاع اصير برتقال و نص كاس تاع زيت بانسيو هذي الكاس تاع زوز اي ساعة تاعو ميتين ميلي لتر مانتها اي كاس اللي عندك تقدري تدري به بانسيو هذي نفرق في البيض عن السافار نحن في البريوش تعي انا حن ندير فقط البيض و السافار سوف نستطفر به و نخليه باش ندير به لادوره بانسيو هذي ان نكسر في البيضة الثانية اهنا كما تلاحظوا حطيت فقط البيض و السافار حطيته بجيه رح نستعمله من بعد كينكمن ان شاء الله لبريوش تعي ندير له لادوره اخلط هذه المكونات قبل ما اخلط اخلط الملح و ندير زست على القارس اخلط تشينا و القارس اعوضي هذا النصر على جيو اعوضي بالمدافي و كي ندير الزست و نبدأ نضيف في الفارينا و نخلط به هذا المقادير التي تهم لكم هي مقادير مضبوطة بعدها عندك ميزان وتوزني تخرج لك قيس قيس اوزنت الفارينا 800 جرام ما زايد لي منها استعملتها كامل و نبدأ نخلط بيدي اعوضي فارينا بكميات و بعدها تنشف اوزنت الفارينا لكي لا تنشف لاباة 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 و نضيف في الفارينا حتى تضيف حتى تحصل على مقادير تكون مصير و تحصل على مقادير و تكامل كمية فارينا 800 جرام فارينا و نضيف عجينة و نضيف و نضيف نضيف تستطيع التحضير في البيتخاي انا فضلت احضرها لكم بيدي باش اي واحدة تقدر تخدمها نستعمل الزيت فقط بشوية الزيت هنا ما نزيت الفارينة مش تزيدي الفارينة و تقعد يتعجني فيها ناو تولي لك قاعدين واحدة اخرى نستعمل الزيت باش يساعدني ما نخدم لابات التاعي شوفوا على الفوتاجة فوق البوتاجة نبدأ دايما نمسح يضيف الزيت و نعاون روحي باش نعجن ولا باش ندلك العجينة تاية ما تحتاج لك بزاف احبان واحد تخفض طقائي القطي تكملتي اهنا ندي و نجيب حتى نتحصل العجينة تكون طريبة بزاف رطباطك تشوفوها معايا و نحطها بجيه تخمر شوفو تريد تلصك هكا عارفوا بلي هذا هي القوام بتاع العجينة تاي بانسي يوم ديل شوية الزيت فلوبول و نحط العجينة تاي و نغلفها و نخليها تخمر و نضعها في مكان دافي و نخليها تخمر اهنا نتو ميلة ما عندكم الشوية للمكان دافي و نضعها قدام الشوفر و نخليها و نص ساعة تصيبها على دوبلي دولي يضاعف الحجم التاحة و تكون واجدة نغلفها هنا بالفا بي فيم و نضعها طرشونة و العنساشة و الى اللي عندك اللي عندك المهم تغطيها و نتخليها شتنشف و تحطيها في مكان دافي و اللي تقدر يحتاج تسخنين فوق و تطفيه و تعود تحطيها في مكان و تحطيها في مكان يساعدك مليح بان هنا عجين خمرت مسح كامل البلونت خاضي أو الخامة أو الطابلة مسح كامل زيت و نحي نشوف العجينة صلاة النبي نحط العجينة في البلونت خاضي و نبدأ دائما نقول لكم ديروا شوية زيت لا تفعل الفارينة سوف تسد القوام و نبدأ نحلك و ترى جدا مليح رطبة و لا تخفظ افتح كامل بدون الخطبة نحلها مليح حتى نحصل على مستطيل يكون كبير مستطيل نضغط 100 غ زبدة نضغط 100 غ زبدة نضغط كامل نضغط كامل على السطح نضغط كامل جميلة نضغط كامل نضغط كامل نضغط كامل كامل على سطح العجينة نضغط ونبدأ نثني فيها ونبدأ نطبق فيها تشوفوا طريقة طريقة سهلة اي وحدة تقدر تديرها في دارها ما تحتاج لالات الوالو بيدك تخدمها ام بعد نثني العجينة التاعي وانا كي معاك بدل طريقة وعلى الشرط نخلوها دايما نحافظو على الشكل التاح المستطيل ونزيد ندير الطبقة الثانية فوق العجينة اللي راني ثنيتها ونحطها كامل بالعقل حتى نكمل كامل 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 الزبدة اللي راي عندي والمارغارين من الافضل تخيرين مارغارين تكون بدينة انا هنالت في الوال جيني شابه حتى كملت كامل الخمية اللي عندي مئة قرام وانا ثني ثاني نطبق العجينة ونحافظ على الشكل المستطيل ونبقى ثاني نعجم فيها اكتشوفو انا نحطها ويتعاود تخمر كامل لانا الأجينة نحلها تخير ونبدأ فاصونة ونبدأ نقص في الأجينة هنا قصيتها على زوج بريوش حتى نتبقى كامل نحافظ ونحافظ نحافظ ونبدأ نقطع لنجد البريوش وضع وردة من فورة سوف تشوفوا معي الطريقة الفوغ ينسوغ هنا على 180 درجة يبغوا الفوغ سخون و مليح سخون بزاف ثم نقصه قليلا يسخن الفوغ نجيب هنا نقطع بها البيتزا نقطع الشرائط تكون رقيقة بهذا المزور نقطع الشرائط كما تلاحظوا نكمل كامل هنا يجب ان يظهر معنا الفيتج نبدأ نقوم بالشريط نقوم بالزوج نقوم بالزوج نقوم بالزوج نقوم بالزوج بهذا الطريق ثم نقوم بالزوج ثم نقوم بالزوج ثم نقوم بالزوج يوضع اضع كما ترجم بالزوج كما يpoints يوجد المزيع تجير ثم نقوم بالزوج نقوم بالزوج غير ترجم غير ثم نفني نجعل عقدة في الطرف الثاني ونضعها في البلاطو إن شاء الله تكونوا فهمتوا نعاود ندير واحدة أخرى قدامكم باش تفهموا تبعوا الطريقة نرفض الدشارات ونفنيها على ثنين ونبدأ ندور بين الساكعة السباتية نبدأ ندور أو من بعد نلاقي الأطراف ونفتح إذا قدر الدخلي في الوسط في المدرس نضعها كامل أو تربطيه أو تركت العجينة سهلة ونفتح الآن للعجينة الثانية التي اضعها قدامكم سوف نفعلها بالشوكولة نفعل هذه الأدرار التي بتبع شوكولة حلية العجينة ونجبد شوكولات تغطيني يجب أن تحاضره قليلا لأن العجينة ترييه نرفض الشوكولات تغطيني ونفرشها كامل على شكل العجينة تغطي شكل شباب وشكل بنين وتعرفوا الشوكولات تمشي مليح مع الشوكولات يعطيه تزوج في المذاق رائع كامل ثم نفني نفني العجينة ونغطي الشوكولات ونحل بالعقل ندور العجينة ونبدأ ونحل على شكل مستطيل لكي نقدر نقطع الأشريطة ونفس العملية ونفس العملية لكن تعطيني شكل شباب ومحطة ذوق ويجي ذوق مختلف كي تقولوا تاكلوا فيه تحسوا بالشوكولات نحلها مليح كما لكم تلاحظوا ونبدأ ثاني نفس الطريقة نقطع شرائط أو شريطة ومحطة ومحطة تباين الشوكولات مع الأبيض وكما لكم نكمل كامل ونبدأ نفني العجينة ونبدأ حتي رائعة فمثل الاشتراك شكل الشوكولات ونثنيه كيف ندرنا مع المرة الأولى نحصل على شكل وردة ونضعها في البلاتو التاعي سوف نستعمل عندي صفار البيض ونقوم بخمر فقط نعود قدامكم شريط وحد آخر نثنيه ونضع البريوش شاهدوا شوكولات شاهدوا شكله هايل ومذاقه هايل نضيف حليب ونضيف حليب ونبدأ بادي جوني نمسح كامل البريوش نضيف حليب نضيف حليب ونضيف حليب الفوق يجب ان يكون سخون يطيب بالتحت يجب ان تحسو به بالإطاق ووضعوا من فوق حمار من فوق ونضيف حليب ونضيف حليب نضيف حليب ونضيف حليب نكمل كامل وضعه وضعه في الفوق وضعه 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 فلاسيت هذا هو نوع الشوكولة والنوع الثاني هذا هو نوع الشوكولة انظروا ان هناك شباب جميعا ان شاء الله تسيوه و تجربوه و تضوقوه و هذا اللي درناه بلا شوكولة طاب حمار طابت خطخي بياه احنا دلت له شيئا معجوم من الفوق باش يعطيلو فقط لابعيون اشتو ما تقدروا تديرو حتى السيكر غلاس ثاني يجيش باب بزاف هذه هي وصفتنا اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم ما تنسفش دايما اللايك وان كومنتر وبرتاجي الفيديو محبابكم باش تكبر قنات تعنا وما بقلي نقول لكم بقاو الاخير ولا بخوش ان شاء الله